السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت الجهال شوف هذا الشعينين العدة جينا نصيت سمج نشوف الرزق من رب العالمين طبعا انت تتفرج وين اللي قاعدة راح تصير هذا المكان دلاني عليها صديق قال لكم ان شاء الله الله يرضي طبعا وصلت طبعا هاي بوحيرام سيجي وهذا النهار اللي جاري وهاي الحدائق تجي الحدائق العالم تقعد بالحدائق وراح نعد العدة هذا النهار شركانة بص صيد الله رفيشي سيرو نو اللات دي قصد طبعا نوية نوية هذا يقسمه شوهي بس هو ما صعد لحد هسي الثاني من العلمات لجتني من شخص موثوق انه هنانا في هذي الأرض من الجنة نلقي قائد اكسا وجوهات قاعدين يحضرون العدة حسوني هو الاختصاص حيدر التشبير قاعدين يحضرون العدة ما تقول حسوني اذا نلقي سيمك حد كبر باعدها ناخذ نصيدها هي باعدها ناخذ يعني ناخذها والله بابا اخذها هانا لان صار الاسبوحة صيد 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 اللي باس وحدة فاذا الله رزقنا اليوم باي سيمكة اكيد نطلعها بعد دنيا اشلون صارت طبعا نشوفوا اخوان حتى هذا مشاريع السيمك اذا ما اكوا سيمك هم يذبون سيمك على ما انت تروح تاخذ اجازة تكلفك ثلاثين دولار وتروح تشتر الطعوم وتروح تشتر السنارة وهاي ارادات للدولة تعرفون شلون فيا رايت انه حتى العدنة بالعراق تضيف هاي ارادات يعني كلما ان يدي سيد لازم يسيد بلايسنز اجازة عندي وصيد يقدر يروح يسيد يعني اجازة عندي والاجازة تتبدل كل سنة على موض يصير يعني مو بس محتمدين على النقاط يعني كل الدول هاي قوانين يعني السيمك ميسيد يجي السيد بدون اجازة شوف المكان قصما بالله شفت السيمك قدام عيني فالصمعت جاي يدور عليها نشوف هادا شنو هادا اخوان اللي يحرف شوف المكان شوف المكان شون غابات الامازون احنا هناك واحد حديقة ينام شوف هذا واحد كتب ودعاوية احنا هنا ينام شغلة مقرلزة يعني ازا قوش حدك جاي هنا تدور ادوذا الموحد هم بيوت لم جادية هاي دعاوة كل هم هنا يجوا هاي ان كل مكان ها ها هاي اهم ان ما تطلعلك حية طرقاعة ولا انا ادرك بحياي اهنا هنا واحد يناظرنا هادا اخواني تلقاهم هوملس تبعيدهم مشاكل هنا بامريكا حتى شغل ما يشغلوهواهم كامل يرجع ما يجروا الهم فاني تمرون انو يناموه بالحدائق العامة الحدائق العامة حتى شرطة اختار فلازم انت تكون متواجد بها منطروع الشمس حتى غروب الشمس يعني ورا المغرب شوي لازم تتفر يعني يعتبر هذا مخالفة اذا تبقى انت هنا ويحاسبك عليها هنا عندنا هذا يمكن يكتل اللي يعرف اخواني يكتل الزنابير الخيام تحترك بالزنابير هنا وهذا الشجر مو راح يعني اما هذان شغلاتهن شغلة يعني انت نتاكل السمش لو شين الفين هاي نثيين بينا هذا فحل وعوجه انت نتاكل السمش لو شين وغير نفتهين والله السابي جان تشريب شو شو نانا شكت السمش يلبط شوانا غريجة على الشيصمات يعني هذان تربيتهن كلش حلو منظرهن بس باعوا شمسوين بالقيعان الجغارة بيدي وعش نسوين بالقيعان تفرجوا هذا كله يعني شوف هذا هذا الصرح العظيم صرحة ايش عظيمة ايش انه ضيارات وواقفات راح هذا المكان الحلو حتى خلي لكم حمامات تواليتكم تواليتات جاعدة للشوي بس ما تقدر تمشي ما تقدر تمشي من هذا السبب شوف 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 القيعان شنو تارسيه يعني انتن شنو انتن يعني قل المنتن شوف اسراب اسراب واحنا جاي نصيد بنفس المكان يقول لك لا تحتو ياهن 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 هذا نشوف اسراب اسراب نواية الحلقة يعني حرامات شوف السمت بس ما قدر ننصيده ما اعرف ليشان نحاط الكورن حبة الشامية او حبة الذرة بس اعتقد ما يحبنها او ما اعرف شنو فاللي اتمنى من اتقوم لايك للفيديو وتعليق حلو وقلونا شنو السبب اللي ما نقدر ننصيد به سمت اشتركوا في القناة